موسيقى خلينا نفهم شوي بعض العناصر للامتياز التجاري شو هل العناصر اللي بيتكون لنا الامتياز التجاري عناصر عقد حق الامتياز هوني إذن السؤال عنه هو شو بيكون في عقد حق الامتياز هوني رح نعطيكم بعض العناصر ونحن نحكي أكثر بالتفاصيل بالأسبوع القادم بيكون فيه نظام تشغيل الامتياز التجاري يعني الـ operating system إذا بدكم الـ management كيف بيكون الإدارة ناشية حصرية العلامة التجارية والملكية الكترية يعني اليوم أنا عم بعضي حق انتيازي يعني عم بعضي حق تعمال العلامة التجارية هوني لازم يكون في عليا قانون لحتى ما يستخدمها الممنوح هذا الحق ممنوح الحق يستخدمها بطريقة سيئة أوكي أو بطريقة سيء للشركة الترخيص وشروب تجديد وإلغاء العقد هذا كل ما يكون بالعقد يعني شو الرخصة اللي عم يخدها شو حدود الرخصة لأنه كمانا ما بدكم تمنحوا حق الامتياز ويروح هو الشخص الأخذ هذا الحق بلش يحط الشروط البدويها بيكون في شروط مدروسة وأنتا بتجدد العقد أنتا فيه يلغى العقد يعني يمكن أنتوا اليوم تكون تعتوا حق الامتياز إذا شفتوا أنه هذا الشخص ليس عم بيقوم بالعمل الجاي ليس عم بيحافظ على سمعة العلامة التجارية والسمعة السركة ممكن تلغوا العقد منه وتاخدوه الرسوم والمدفوعات في رسوم كل رسوم الموجودة مثل ما قلت في رسوم آآ الدولة بتفرضات في رسوم أنت بتكون فرضوها كشافية لما تعطوا حق الامتياز كيف تكون المدفوعات على أي أساس هل أنت بتطلبوا مدفوعات آآ أول ما يبلش حق الامتياز هل اللي بتطلبوا مدفوعات بعدين هاي دي كلها بتتتوضح بالعقد التدريب قدام شو هو مدى التدريب اللي عم تمنحوه للأشخاص اللي عم يخدوا منكم حق الامتياز أو إذا أنتوا أخذوا حق الامتياز سوفوا بالتدريب اللي بتكون مين مش شركي يعني تلك الشركي بتقول لكم بدا تدربكم باش إذا مش مكتوبة بالعقد م مدى هالتدريب هاي دا آآ مش واضح هاي دي بدا تشيق لكم لازم يكون كل شي واضح ومكتوب تتعرفوا حالكم أنا شو نوع التدريب الرحياتونية شو نوع الدعم الرحياتونية المعدات والمؤن مثل ما قلت في شركات بتجبر آآ اللي بياقوا حق الامتياز منها أن تشتري كل المعدات من عندها وكل المؤن من عندها بهامج كثير عالي البيكاس كثير عالي هون كمين هاي دي لكم واضحة بالعقد اكي الإدارة والتسيق والترويس يعني اليوم أنا أزعب منك حق الامتياز لشركة تانية لشخص تانية هل أنا ممانح هيدا الحق عندي آآ مقولة بإدارة هالفرانشايز هيدا او لا في بعض الشركات بتضلوا هني عندهم حق بإدارة الفرانشايز في بعض الشركات لقى تترك الشخص اللي اللي منحوه هالحق هو يدير الشركة من المهوه مثل ما بده أكيد بإطار العمل هون كمان فيكم انتو تحددوا اللي بده تكون الشغلة اكي ومين بيعمل التسويق والترويس هل هل انتو لما بيكون تاخدوا حق الامتياز بيكون تدفعوا حق التسويق والترويس لان هاي دي كمانة تكون إلى آآ مبالغ هائلة تكون تندفع عليها أو هل ينقسم الدفع بين اثنين أو هل الشركة المانحة هي اللي عم تدفع هال مبالغ هاي دي وأكيد الالتزامات القانونية هاي دي كمان لازم تكون البنود كلها واضحة بالعقد مثل ما قلت اي محامة به هالمجال هاي دا هو اصلا لازم تستشيروا محامة لما بتكون تحطوا هاي دا العقد مش انتو تكتبوه لوحدكم كمان في سؤال هون الشخص الراغد في الكتول على حق الامتياز هل يتدفع قوانين دولته أو قوانين الدولة التي اخذها منه حق الامتياز لا الشخص اذا انتو اخذتوا حق الامتياز من دولة تانية انتو عم تتبعوا قوانين دولتكن انتو عم تخلقوا شركة بدولتكن بس عم تتبعوا قوانين الشركة الامضمة الشركة من الدولة المنحة يعني هى شقين مثل ما قلت للعقد وهون المحامة اللي هو في يقدر يساعدكم اكتر بهذا الشغل هو انها تتغير حسب الدول كل دول عندها كل دولة عندها اامم يشكلوا عندها قوانين تختلف عن غيرها ودايما بين الدول بيكون فيه قوانين تتساعد هاي الشركات تعمل هالفرانشايزينج هالحق الامتياز هيدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة